اشتركوا في القناة شهر رمضان المبارك سائلنا الله العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة الكريمة على جلالته بدوم الصحة والسعادة وعلى المملكة وشعبها الكريم بالخير والرفعة والتقدم وقد بادل جلالة الملك المفدى معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية التهنئة بمناسبة شهر رمضان الكريم وخلال اللقاء استعرض جلالة الملك المفدى مع الأمين العام عددا من القضايا والموضوعات ذات الصلة بالشأن الخليجي خاصة ما يتعلق بدفع مسيرة مجلس التعاون لتحقيق تطلعات وطموحات أبناء دول المجلس نحو المزيد من التعاون والتكامل وأشهد جلالته بالانجازات البارزة التي حققها مجلس التعاون على مختلف المستويات وبالمكانة الرفيعة التي يحظى بها على المستوى الإقليمي والدولي وبدوره الفاعل في ترسيخ دعائم الأمن والسلم والاستقرار في المنطقة ودعم المساعي الهدفة للوصول إلى حلول سلمية لأزماتها كما أعرب جلالته عن تقديره للجهود الطيبة التي يبذلها معالي الأمين العام وجميع منتسبي الأمانة العامة في دفع مسيرة المجلس المباركة وتعزيز التنسيق والتكامل والترابط بين دوله الشقيقة لتحقيق المزيد من الإنجازات على كافة الأصعدة من جانبه أعرب الأمين العام لمجلس التعاون عن شكره وتقديره لحضرة صاحب الجلالة على ما يبديه جلالته من حرص واهتمام لدعم العمل الخليجي المشترك وتحقيق المزيد من الإنجازات والمكتسبات وكل ما فيه خير وصالح شعوب دول المجلس وتعزيز التعاون والتضامن بين الدول الأعضاء تحقيقا للأهداف السامية النبيلة لمنظومتنا الخليجية ترجمة نانسي قنقر